إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنَّ إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصْلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي أولًا بتقوى الله عز وجل وطاعته معاشر المسلمين إن من رحمة الله تعالى العظيمة علينا أن جعل لنا مواسم للطاعات تُغْتَنَمُ فيها الأوقات فيحصل المسلم على أعظم الأجور فيها في وقتٍ يسيرٍ وقليل وهذا من رحمة الله عز وجل بنا لأنه يُريد لنا سبحانه الجنة والخير كما قال سبحانه عن نفسه والله يُريد أن يتوب عليكم ففي هذه الأيام العظيمة أيام العشر الأول من ذي الحجة التي أقسم الله عز وجل بها في كتابه الكريم فقال عز من قائل والفجر وليالٍ عشر وجمهور المفسرين على أن هذه الليالي العشر إنما هي العشر الأول من ذي الحجة وفي صحيح البخاري في حديثٍ عظيم عباد الله يرويه ابن عباسٍ رضي الله عنهما عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله أي أن العمل الصالح في هذه العشر يفضل الجهاد في سبيل الله في غيرها قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلٌ خرج بنفسه وماله فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ هذا فضل هذه الأيام العظيمة عباد الله فالعاقل الذي يغتنمها فإن عمر الإنسان محدود وكلنا ماضون إلى الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام نعم يا عباد الله فالحياة منقضية والعمر فان والآخرة مقبلة فلنغتنم هذه الأيام بمن اغتنمها أيها المسلمون بالإكثار بعد أداء الفرائض من النوافل والتطوعات ومن أعظم ذلك أن يستزيد الإنسان من الصلوات النافلات فإن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهكذا يكون جنسها من النوافل من أعظم ما يتقرب به العبد خير من الدنيا وما فيها التي هي ركعة من الليل كما أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم ويحافظ الإنسان على صلاة الضحى التي تبدأ بعد ارتفاع الشمس بحوالي نصف ساعة إلى ما قبل أذان الظهر بحوالي ربع ساعة فهذه صلاة الضحى صلاة الأوابين كما سماها رسولنا صلى الله عليه وسلم ومن الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى رب البريات قراءة القرآن الكريم هذا الكتاب العظيم الذي هو أعظم كتاب أنزله الله تبارك وتعالى قال الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله هذا الكتاب العظيم لك بكل حرف تقرأه منه حسنة والحسنة بعشر أمثالها كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف فلك في ألف لا ميم ثلاثون حسنة فيا له من ثواب جزيل عظيم ثم بعد ذلك يجعل الإنسان لسانه رطباً بذكر الله عز وجل أي أن يكثر من ذكر الله وذكر الله عز وجل عبادة لها أجر عظيم عظيم وهي لا تحتاج إلى وقت كثير ولا إلى جهد كبير ولا إلى مال تدفعه وإنما هو استحضار القلب بفضل هذه العبادة فيوفق الله عز وجل عبده لها بأن يذكره بلسانه وأن يستحضر معاني الأذكار في قلبه ومن أعظم الأذكار في هذه الأيام التكبير أن يكبر الإنسان الله أكبر بأي صيغة من الصيغ ثم بعد ذلك أذكار كثيرة ومن أعظمها الباقيات الصالحات قال الله عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وفسر لنا سلفنا الصالح الباقيات الصالحات بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أي أن هذه الكلمات هي من أعظم ما يدخل في معنى الباقيات الصالحات وكيف لا ورسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لما عرج به إلى السماوات العلاء لقي إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبا الأنبياء فماذا قال لنبينا صلى الله عليه وسلم انظروا إلى نصيحة المحب المشفق قال لنبينا صلى الله عليه وسلم يا محمد أقرأ أمتك مني السلام وأعلمهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان أي أرض مستوية تصلح للغراس والزراعة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذه الكلمات الأربع يا عباد الله هي التي قال فيها صلى الله عليه وسلم أحب إلي مما طلعت عليه الشمس طلعت الشمس على ماذا طلعت على الدنيا كلها بقصورها وذهبها وأموالها العظيمة فهذه الكلمات الأربع أفضل من ذلك كله ومما يستحب للإنسان ولا سيما في هذه الأيام أن يصوم التسع إن استطاع وتيسر له فإن في الصيام فضلا عظيما ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا ويتأكد صيام يوم عرفة لغير الحاج صيام يوم عرفة الذي هو اليوم التاسع من ذي الحجة فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال إني أحتسب على الله أن يكفِّر سنةً ماضية وسنةً باقية فهذا اليوم فيه تكفير ذنوب سنتين بإذن الله عز وجل فيا له من أجرٍ عظيم ويا لرحمة الله عز وجل الواسع الكبيرة فما على العبد إلا أن يرتنم هذه الأيام وأن يُكثر فيها ما استطاع من الطاعة لله عز وجل بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين وخاتم المرسلين فصلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق تقواه واعملوا بطاعته ورضاه معاشر المسلمين واعلموا رحمني الله وإياكم أن مما يستحب للمسلم في هذه العشر وتحديدًا في اليوم العاشر من ذي الحجة حيث يشرع للإنسان ويسن ويتأكد إن استطاع أن يضحي لله عز وجل قال الله تعالى فصل لربك وانحر يبدأ وقت الأضحية من يوم العيد ويمتد إلى ثلاثة أيام بعده التي هي أيام التشريق ولكن الذبح في اليوم الأول أفضل لأنه يدخل في هذه العشر إن تيسر للإنسان ويتأكد لمن أراد أن يضحي أن لا يأخذ من شعره وظفره شيئا ففي صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وبشره شيئا والذي لا يأخذ إنما هو صاحب الأضحية أما أهله وأولاده وإن كان لهم أجر في هذه الأضحية إلا أنه لا يمتنع عليهم أن يأخذوا من أشعارهم وأغفارهم ولو أن المضحي وكل غيره بذبح الأضحية فإن الذي يمتنع عن الأخذ إنما هو المضحي وليس الموكل بالذبح ولو فرض أن إنساناً أخذ من شعره أو بشره شيئاً فلا يمنعه ذلك من أن يضحي لكن يستحب ويتأكد أن يمتنع عن ذلك عباد الله لنقتنم هذه الأيام العظيمة كما قال الإمام العلامة بن رجب رحمه الله تعالى الغنيمة الغنيمة بانتهاز الفرصة في هذه الأيام العظيمة فما منها عوض ولا لها قيمة أي لا قيمة تعادلها أو تزيد عليها المبادرة المبادرة بالعمل والعجل العجل قبل هجوم الأجل قبل أن يندم المفرط على ما فعل قبل أن يسأل الرجعة فيعمل صالحاً فلا يجاب إلى ما سأل عباد الله إن الحياة محدودة وإن العمر محدود وإن العاقل من اتعظ بغيره فعمل لنفسه وقدم لآخرته واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمِّر اللهم أعداءك أعداء الدين وفرِّج اللهم عن إخواننا المسلمين في جميع البلاد يا رب العالمين واجعل اللهم هذا البلد آمناً مطمئناً سخاء الرخاءً وسائر بلاد المسلمين اللهم وفِّق أميرنا ووليَّ عهده لهداك واجعل عملهما في رضاك اللهم احفظهما بحفظك واكلأهما برعايتك وألبِسهما ثوب الصحة والعافية والهناءة والإيمان وهيِّئ لهم البطانة الصالحة التي تدلُّهما على الحق وترشِدهما إليه يا ذا الجلال والإكرام اللهم يسِّر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واقض حوائجنا وأصلِح ذات بيننا وألِّف على الحق قلوبنا وأحسن خاتمتنا واحفظنا من كل سوء ومكروه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين